بسم الله والصلاة والسلام على إشراف الأنبياء المرسلين أهلا بكم طلابي وطالباتي لدرس جديد من دروس أنظمة جسم الإنسان 1-2 كنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأولى دروسنا في الفصل التاسع والذي كان بعنوان الجهاز اللنفاوي والمناعي وبدأنا بمعرفة المكونات في الجهاز اللنفاوي اليوم لدينا أيضا استكمال لأعضاء الجهاز اللنفاوي الجهاز اللنفاوي حاله كحال أجهزة الجسم يتكون من مجموعة من العضاء سنتعرف معكم اليوم على أعضاء الجهاز اللنفاوي ووظائفه في الأهداف بنهاية الدرس أستطيع أن أعرف أعضاء الجهاز اللنفاوي أحدد وظائف أعضاء الجهاز اللنفاوي أصف اضطرابات الجهاز اللنفاوي لدينا مجموعة من المفاهيم الغدة الزعترية تايموس كلاند، الطحال، سبيلين، اللوزات، ثون سيلز في التمهيد في الأعضاء اللنفاوية هي الأعضاء التي تحتوي على العقد اللنفاوية مثل الطحال واللوزتين وتعمل هذه الأعضاء على تنقية الدم والسائل اللنفاوي والتخلص من الجراثيم والخلايا الميتة والخلايا السلطانية وجهاز اللنفاوي جزء من الجهاز المناعي في الجسم وهو شبكة من الأوعية الدموية والأنسجة والعضاء التي تعمل جنبا إلى جنب لنقل السائل اللنفاوي إلى الأوعية الدموية وإعادته إلى الأنسجة عبر العقد اللنفاوية بعد تصريفه من الأنسجة التي تسرب إليها إذ يتذفق حوالي 20 لتر من البلازمة خلال الأوعية الدموية إلى أنسجة الجسم وبعد إيصال الأغذية لعزاء الجسم يعود حوالي 17 لتر من السوائل عبر الأوردة الدموية وما تبقى من السوائل 3 لتر تتسرب إلى الأنسجة عبر الشعيرات وهنا تسمى بالسائل اللنفي أو السائل بين الخلايا ويجمع الجهاز اللنفي هذا السائل وينقله من أجهزة الجسم ويعيده إلى مجرى الدم نحن ذكرنا أن اللنف عندما يرشح تم ترشيحه من البلازمة عند مرور الدم في الشعيرات الدموية يتم ترشيح مجموعة كمية من سائل البلازمة الذي ذكرنا قبل قليل أن هناك 20 لتر يتم ترشيحها 17 لتر تعود من خلال الشعيرات الدموية نفسها عندما يتم عملية تبادل المواد تبقى 3 لتر تكون السائل اللنفي الذي سيعود ولكن سيعود عن طريق الجهاز اللنفاوي سيمر عبر العقد اللنفاوية وسيواصل المسير في لوعي اللنفاوية حتى يعود إلى القلب مرة أخرى حتى تكتمل كمية الدم في جسم الإنسان والتي تمثل بحوالي 5 إلى 6 لتر في جسم الإنسان أعضاء الجهاز اللنفاوي لدينا مجموعة من الأعضاء وهي الطحال اللوزات الغدة الزعترية ونخاع العظم أولا في الطحال لدينا الوصف التشريحي للطحال سنتعرف على الوصف الشكل الظاهري للطحال والتركيب الداخلي للطحال وكل عضو سنتعرف على شكله والبنية النسيجية له من الداخل والخلايا المناعية التي قد توجد داخل هذا العضو ووظائف هذا العضو كعضو أو كأحد أعضاء الجهاز اللنفاوي الطحال هو أكبر الأعضاء اللنفاوية حجما ويصل طوله إلى 12 سنتي حسب حجم الجسم وعرضه 7 سنتي وسماكته 5.2 سنتي ووزنه عند الشخص البالغ حوالي من 100 إلى 250 يقع الطحال في الجهة العلوية اليسرى للبطن تحت الحجاب الحاجز وخلف المعدة وليست له وظيفة هضمية إذن الطحال ليست له أي وظيفة هضمية إنما دوره المهم هو في الجهاز كأحد أعضاء الجهاز اللنفاوي وهو توفير أو تقديم الحماية للجسم من خلال التعرف بعد قليل على أهم وظائف الطحال البنية النسيجية للطحال نلاحظ الطحال يتكون من نسيج ضام ليفي يتألف من حافظة تحيط بالطحال وترابيق حواجز تقسم الطحال إلى فصوص وفصيصات بالإضافة إلى وجود نسيج شبكي منتشر تكثر فيها الألياف الشبكية وهذا ينتشر في جميع أنحاء الطحال البرانشيمة وهي من الداخل تتألف من اللب الأبيض اللب الأبيض كما يتضح في الشكل اللب الأبيض وهو تجمعات لخلايا لنفاوية متراصة على شكل عقيدات لنفاوية ومنتشرة في جميع أجزاء الطحال ومعظم هذه الخلايا هي من الخلايا البائية اللب الأحمر اللب الأحمر يتكون من عدد كبير من جيوب دموية التي يتخلل بينها نسيج طحال يحتوي عدداً كبيراً من الخلايا البلعومية إذن نلاحظ أن اللب الأبيض يحتوي على مجموعة من الخلايا البائية اللب الأحمر تكثر فيها الجيوب الدموية ويتخلل عدد كبير من الخلايا البلعومية وظائف الطحال نلاحظ أن للطحال مجموعة من الوظائف الهامة التي يقوم بها داخل جسم الإنسان تنقية الدم من الميكروبات حيث توجد به كمية من الخلايا الأكولة إنتاج الخلايا اللنفاوية الملتهمة والأجسام المضادة القضاء على الأجسام الغريبة والأنسجة الميتة يعد مقبرة لخلايا الدم الحمراء المنهكة والهرمة حيث يستخلص الحديد والبروتين منها وتعود إلى الدم حيث يعاد تدويرها مرة أخرى وصناعة خلايا دم حمراء جديدة إنتاج كميات كبيرة من الدم وتخزينها وإطراقها عند الحاجة كالنزيف الدموي أو التسمم بغاز أول مكسيد الكربون يحوي الطحال على حوالي 35 ملي من الدم في الحالات الطبيعية تكوين خلايا الدم والخلايا اللنفاوية والأجسام المضادة في الحياة الجنينية أي ما قبل الولادة إذن للطحال دور مهم جدا فهو يساعد الجسم في حالات النزيف في دفع كمية كبيرة من الدم التي يخزينها أيضا إنتاج خلايا الإنفاوية والأجسام المضادة في الحياة الجنينية قبل الولادة في مرحلة تكون الجنين كذلك إعادة تدوير لخلايا الدم الحمراء الكبيرة والهرمة خلايا الدم الحمراء تعيش 120 يوم ثم تتكسر في الطحال يأخذ البروتين الموجود منها والحديد ويعاد استخدامها في صناعة خلايا دم حمراء جديدة بالإضافة إلى دوره المهم في تنقية الدم من الميكروبات وحماية الجسم اللوزات توجدان في الجزء الخلفي من الفم والأنف فوق الحلق وفيها الكثير من الخلايا اللنفاوية وهناك أيضا ما يعرف بالزائد الأنفية أو لحمية الأنف التي توجد في الجزء الخلفي من الأنف وتكون كبيرة في الحجم في مرحلة الطهولة ثم تبدأ بالانكماش قبل البلوغ بقليل تتكون اللوز من نسيج مشابه لنسيج العقادة اللنفاوية كما تغطى جزئيا بغشاء مخاطئ وردي اللون مشابه للغشاء المرتبط ببطانة الفم وهنا نلاحظ أنها تعد جزءا من الجهاز المناعي في مدخل الجهازين التنفسي والهضمي في جسم الإنسان لتنقية الهواء والطعام الواصل إليه بواسطة إنتاج الأجسام المضادة إذن لها دور مهم لأنها في مدخل جهازين الجهاز التنفسي والهضمي فتقوم أو تعمل أو تؤدي دور الحماية ومن خلال التخلص من المواد التي قد تدخل إلى داخل الجسم أنواع اللوز نلاحظ اللوزتان الحنكيتان نلاحظ اللوزتان الحنكيتان توجدان في مدخل الجزء الحنكي من البلعوم كما يتضح في الشكل اللوزة البلعومية توجد بالجزء الأنفي من البلعوم اللوزة اللوز اللسانية وهي صغيرة الحجم وعديدة وتوجد بالجزء الخلفي من اللسان وتعرض به اللوزة اللسانية بنيت اللوزة الحنكية تتكون اللوزة الحنكية من العديد من العقيدات اللينفوية الصغيرة التي تتألف في غالبيتها من خلايا اللينفوسايت من النوع B الخلايا البائية مع وجود خلايا الماكروفاج وهي الخلايا الأكولة وتتصف هذه العقيدات اللنفاوية في صف واحد أسفل النسيج الطلائي ويحيط بها حافظة غير مكتملة أهمية اللوزات أو وظائف اللوزات كما ذكرنا قبل قليل تعرفنا على الطحال ذكرنا وظيفة الطحال كأحد أعضاء الاتهاز اللنفاوي نلاحظ اللوزات والزائدة الأنفية تسهم في مواجهة العدوى ومحاربتها وكذلك حماية مدخل الجهاز الهضمي والتنفسي من البكتيريا والفيروسات لأنها تحوي خلايا مناعية لها دور في حماية مدخل الجهاز التنفسي والهضمي من البكتيريا والفيروسات قد تتضخم اللوزات عند بعض الأشخاص نتيجة لوجود احتواء العديد من الميكروبات هذا التضخم قد يكون هناك أخذ بعض الأدوية حتى تعود إلى وضعها الطبيعية التضخم يكون نتيجة وصول كميات كبيرة من الميكروبات إلى داخل هذه التراكيب الغدة الزعترية التيموسية الغدة الزعترية التيموسية أو ما يعرف بغدة الطفولة وهي أحد أهم الغدد الصمى في جسم الإنسان نلاحظ هي غدة صماتقة على القصب الهوائي أعلى القلب وخلف عظمة القصص الصدري وتمتد قليلا إلى المنطقة السفلة من العنق وهي مكونة من فصين رئيسين وكل منهما مكون من فصوص صغيرة عديدة كلها مكونة من قشرة ونخاع قشرة من الخارج ونخاع في الداخل تكون كبيرة لدى الأطفال وتستمر في الضمور طوال سن المراهقة لأن حجمها يبدأ بالتناقص نتيجة تكون الهرمونات الجنسية عندما يبدأ الإنسان بالنطج وتكون الهرمونات الجنسية أو نشاط الغدد التناصلي وتكوين الهرمونات الجنسية يبدأ تناقص حجم الغدة الزعترية بنية الغدة الزعترية التيموسية تتكون الغدة الزعترية التيموسية من جزئي الرئيسين هما النسيج الضام ويشمل الحافظة التي تحيط بكل فص من فصية الغدة الزعترية نلاحظ الغدة في هذا الشكل لها فصين النسيج الضام يحيط بكل فص من فصية الغدة الزعترية التيموسية الترابيق الحواجز التي تكون غير مكتملة وتقسم كل فص إلى فصيصات متصلة ببعضها البرانشيما كل فصيص يتكون من جزء طرفي يسمى قشرة الفصيص ويتألف من عدد كبير من خلايا الليمفوسايت من النوع T والخلايا التأيية غير الناضجة وجزء مركزي يسمى نخاع الفصيص ويحوي عددا قليلا من خلايا الليمفوسايت من النوع T الناضجة ويوجد أيضا بكل من القشرة والنخاع خلايا أخرى مثل خلايا الماكروفاج أو ما يعرف بالخلايا الأكولة وضائف الغدة الزعترية نلاحظ أن الغدة الزعترية ذكرنا قبل قليل أن أحد الغدد الصماء التي تفرز الهرمونات وأشهر الهرمونات التي تقوم الغدة الزعترية بإفرازها هو هرمون الثيموسين تفرز هذه الغدة هرمون الثيموسين الذي ينظم بناء المناعة في الجسم ويساعد على إنتاج الخلايا الليمفاوية ودور مهم للغدة الزعترية اكتمال نضج الخلايا التأية الخلايا التأية النوع T أو الخلايا التأية تنضج في نخاع العظم ثم تهاجر إلى الغدة الزعترية حيث يكتمل نضجها وتمايزها في الغدة الزعترية إكمال نضج خلايا T الليمفاوية المناعية تدمير الخلايا المناعية التي قد لا تميز أجزاء الجسم والأجسام الغريبة الغازية وهنا مهم دور مهم للغدة الزعترية تدمير الخلايا المناعية التي لا تنجح في التعرف على خلايا الجسم من الخلايا الضارة من خلال ما يعرف بمولدات الضد قبل نضج الخلايا التأية من الغدة الزعترية يكون هنا لديها اختبار للتعرف على المستضدات الخاصة بالجسم والخاصة بالأجسام الغريبة إذا كانت الخلايا التأية لا تستطيع التفريق بين المستضدات الخاصة بجسم الإنسان والأجسام الغريبة هنا يتم تدميرها إذا نجحت في هذا الاختبار واستطاعت التعرف على الأجسام الغريبة هنا يتم عملها في الجهاز المناعي رابعا تدمير الميكروبات مباشرة أو عن طريق الأجسام المضاد نخاع العظم وهو أحد أعضاء الجهاز أو أحد أعضاء الجهاز الهامة في الجهاز اللنفاوي هو ذلك الجزء الشبكي الإسفنجي الداخلي في بعض العظام مثل الأضراع العمود الفقري الفخذ والعضد وهو مكون من خلايا جذعية وذكرنا أن خلايا جذعية لخلايا غير متخصصة تنمو لتصبح خلايا متخصصة لها وظائف وهذه الخلايا مسؤولة عن تكوين جميع أنواع خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفايح الدموية والخلايا اللنفاوية في الإنسان البالغ جميع خلايا الدم الخلايا اللنفاوية بأنواعها تنضج تتكون وتنضج في نخاع العظم ما عدا الخلايا التائية تتكون في نخاع العظم ثم تهاجر إلى الغدة الزعترية حيث تنضج في الغدة الزعترية وظائف نخاع العظم في نخاع العظم يكتمل تكوين الخلايا اللنفاوية من نوع B التي تنتج أجسام مضادة بينما ترحل الخلايا اللنفاوية من نوع T شبه الناضجة إلى الغدة الزعترية التيموسية لإكمال تكوينها ونضجها في هذه الغدة يحتوي نخاع العظم على خلايا خاصة لتكوين الخلايا الأكولة وظائف الجهاز اللنفاوي بشكل عام نحن نتعرف على أعضاء الجهاز اللنفاوي ودور كل عضو ووظيفته سنتعرف الآن على مجموعة من الوظائف العامة للجهاز اللنفاوي محاربة الجراثيم والجسام الغريبة الغازية للجسم التهام الخلايا اللنفاوية للجراثيم تكوين الجسام المضادة المتخصصة للجراثيم المختلفة تجميع السوائل والبكتيريا الميتة وخلايا الجسم التالفة في عقد اللنفاوية تمهيدا لإتلافها إعادة المواد البروتينية التي ترشع إلى السوائل بين خلاوية إلى الدم المساعدة في نقل الدهون من قناة الهضم من خلال خملات الأمعاء إلى الدم والجهاز اللنفاوي اللوحي اللنفاوية دور مهم في امتصاص الدهون ونقل الدهون بخلاف البروتينات والكربوهيدرات التي يتم نقلها عن طريق اللوحي الدموية اللوحي اللنفاوية لدور مهم في نقل الدهون اضطرابات الجهاز اللنفاوي الجهاز اللنفاوي كأحد أجهزة الجسم قد يتعرض إلى بعض الأمراض والاضطرابات التي تحد أو تقلل من وظائف هذا الجهاز الأورام اللنفاوية صرطان في خلال البلازمة في الجهاز اللنفاوي تضخم العقد اللنفاوية تورم العقد إلى حجم يفوق حجمها التشريحي الطبيعي وفي هذه الحالة يمكن تحسسها في المناطق السطحية من الجسم مثل العنق والأبط قد يكون السبب فيروسي أو مناعة ذاتية أو غيرها الورم المائي يحجد بسبب خلل في ضغط السائل البيني مما يؤدي إلى زيادته ولا يوازن ذلك عن طريق الجهاز اللنفاوي فيتراكم السائل مكوناً الورم المائي وظائف أعضاء الجهاز اللنفاوي لدينا الآن ملخص لكم طلابي وطالباتي لوظائف أعضاء الجهاز اللنفاوي الطحال ذكرنا قبل قليل له دور في تنقية الدم من الميكروبات إنتاج الخلايا اللنفاوية الملتهمة وأجسام المضادة القضاء على أجسام الغريبة والأنسجة الميتة مقبرة لخلايا الدم الحمراء المنهكة والهامرة إنتاج كمية كبيرة من الدم وتخزينها وتخزينها وإطلاقها عند الحاجة في حالات النزيف مثلا تكوين خلايا الدم والخلايا اللنفاوية والأجسام المضادة في الحياة الجنينية أي ما قبل الولادة للجنين اللوزات والزايدة الأنفية تسهم في مواجهة العدوى ومحاربتها وكذلك حماية مدخل الجهاز الهضمي والتنفسي من البكتيريا والفيروسات الغدة الزعترية التيموسية تفرز الغدة هرمون تيموسين الذي ينظم المناعة في الجسم ويساعد على إنتاج الخلايا اللنفاوية كما لها دور في إكمال نضج الخلايا التائية اللنفاوية المناعية وكذلك تدمير الخلايا المناعية التي لا تميز بين أجزاء الجسم والأجسام الغريبة الغازية تدمير الميكروبات مباشرة أو عن طريق أجسام المضادة نخل العظم ذكرنا أنه دور مهم يكتمل في تكوين الخلايا اللنفاوية من نوع B كذلك الخلايا اللنفاوية من نوع T شبه الناضجة التي ستنتقل إلى الغدة الزعترية لإكتمال نضجها كذلك يحوي على نخل العظم على خلايا خاصة لتكوين خلايا الأكل كذلك لنخل العظم دور مهم في تكوين الخلايا الدموية البيضاء والحمراء والصفائح الدموية في تقويم 2.9 لدينا بالرجوع إلى مصادر التعلم حدد موقع البيانات أدنى في الغدة الزعترية من خلال المصطلحات بين الأقواس ولدينا الشكن نلاحظ القشرة من الخارج النخاع من الداخل الترابيق وهي الحواجز وهنا جسم الزعتر وهنا أخيرا الحافظة للغدة الزعترية لخص وظائف الجهاز اللنفاوي محاربة الجراثيم والأجسام الغريبة الغازية للجسم التهام الخلايا اللنفاوية للجراثيم تكوين الأجسام المضادة متخصصة للجراثيم المختلفة تجميع السوائل والبكتيريا الميتة وخلايا الجسم التالفة في عقد الإنفاوية تمهيدا لإتلافها إعادة المواد البروتينية التي ترشح إلى السوائل بين خلوية إلى الدم المساعدة في نقل الدهون من قناة الهاضم من خملات لمعا إلى الدم السؤال الثالث ما أهمية موقع اللوزات في المناعة حماية مدخل الجهازين الهضمي والتنفسي من البكتيريا والفيروسات السؤال الرابع فسر القول بأن من أهمية عمل الغدة الزعترية تدميرها الخلايا المناعية التي لا تميز بين أجزاء الجسم والأجزاء الغريبة الغازية خلايا اللنفاوية التي تهاجر من نقل العظم للغدة الزعترية تنضج لتصبح خلايا اللنفاوية من النوع T أو الخلايا التائية وهي قادرة على التمييز بين الأجزاء الدخيلة والخلايا الطبيعية بحيث لا تهاجم إلا الأجزاء الغريبة وتستطيع التعرف على التركيب والهيئة الخاصة بتلك الجراثيم التي تخترق الجسم من خلال مواقع خاصة تعرف بمولدات الضد وعند الاتحاد والتعرف تزداد تلك الخلايا المناعية زيادة كبيرة للتخلص من هذه الأجزاء الغريبة والغدة الزعترية تختار الخلايا التي تتعرف على المستضد الذاتي وتميزه عن مولد الضد للأجزاء الغريبة أما الخلايا التائية التي لا تميز بينهما فتخضع لموت الخلايا المبرمج ولا يسمح لها بالخروج من الغدة الزعترية إذن الغدة الزعترية تختار الخلايا التي تستطيع أن تميز بين الأجزاء المستضدة الخاصة بخلايا الجسم والمستضدات الخاصة بالأجزاء الغريبة بينما الخلايا التي لا تستطيع التمييز ولا تستطيع أن تفرق بين الخلايا الطبيعية والأجزاء الغريبة التي تدخل الجسم فاستخضع للموت خلايا مبرمج ولا يسمح لها بالخروج حتى لا تكون ضررا لجسم الإنسان وبنهاية هذا السؤال نصل معكم طلابي وطالبات إلى نهاية درسنا لهذا اليوم أتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته